السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام النهاردة ان شاء الله نبدأ فيديو جديد ويا رب احاول اوصل من خلاله معلومة ولو بسيطة والنسي سفيد ازاي ان هي ترسم الزخارف الرمادي سلسلة الدروس اللي انا شغال فيها الفترة دي باعتمر على الالوان البلاستيك بشكل كبير وازاي ان انا اقدر استفيد من الالوان البلاستيك في عمل طابلوهات اه مقبولة وتناسب الزوء الكلاسيك وخصوصا الزخرافة الروماني او اللي بنسميها الترومبلو اه انا جهزت الرسمة قبل مبدأ قبل مبدأ تصوير وفي البداية ملو عادي جدا زي ما حضراتكم شايفين اه ملت الاطار الخارجي بالبلون اه احمر شوية غامق اه ماي لنحية الهضان والرسم كله بلا استثناء عملته بلون بيج فاتح مش فاتح اول درجة اللي احنا شايفينها دي وباختصار شديد هابلة ان انا اعمل درجة اغمق من دي يعني زي ما احنا اتفقنا للفترة اللي فاتت احنا بنشتغل بالتلات درجات اللي هما الوسط اللي انا مليت بها في البداية والاغمق والافتح وطبعا تتشاية اللي بيض فيه النهاية ولو هدي تحديد او تنكير باللون الغامق اللي هو اقوى لون اه عملت اللون اللي هو الاغمق شوية وبدأت اعمل تحريقات في اتجاه الغامق اللي هو عكس اتجاه الاضاءة وعملت لون رصاصي فاتح اه بدأت اعمل به الظل للشكل اللي احنا شايفينه للرسومات بتدي تجسيم شوية للشغل اه هبدأ اعمل اه درجة كمان اغمق لان احسيت ان ان الدرجة اللي هي الاغمق اللي انا عملتها مش قوية قوي فمحتاج ان انا اجسم اكتر فعملت درجة قريبة من البني وبدأت اه احرق تقريبا كده الرسمة قربت تنتهي اه ولكن مهم جدا ان انا اعمل اه اه تطشاية لا بيض برضو بتساعد معاي في التجسيم شوية وفي النهاية خالص باللون البني الغامق هبدأ احدد مش تحدد كامل ولكن اه الى حد ما ابدأ اظهر الرسمة بتحديد اللون البني الغامق واجسمها شوية وابس كانت دي الفكرة اه نوع ده من الزخارف مناسب جدا لعمل اه طابلوهات اه على الجدران اه او لوحات كاملة بنفس الشكل اه اه اتمنى ان الناس تجرب اه اتمنى ان لو في افكار او اه او حد عايز يستفسر عن حاجة يكتب لي في التعليقات وابس ده كان الشكل النهائي بعد التحديد بدرجة الغامق اللوحة انا من وجهة نظري بسيطة وفي نفس الوقت قوية يعني يميلة جدا بيعجبني التراصدة جدا اه 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 دعوتي لكل الناس ان هي تحاول وتبدأ ترسم وتشوف افكار جديدة وتطبق كمان يبقى افضل لو شفت لو بعتولي صور بس ده كان درس النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته